الراعي الرسمي اللي هو احتوى الشيخ في البداية منذ صغره يعني ومنذ رودل في الدير كان الشيخ العظيمي فكان ايه الشيخ العظيمي ده كان ايه شايف فيه حاجة لأنه هو شافوا يعني بيمدح معاه وقعدوا معاه وبيديه برضو مساح من الوقت في المديح بعد حفظ القرآن الكريم كان فيه واحد يمدح رسول الله اسمه الشخص لمان حسين كفيف فتعلمنا الفن علشان بنهواه واشقنا الرسول بعد حفظنا القرآن الكريم لازم نحفظ المدائح بعد الاحاديث المدائح النبوية تعلمناها علشان بنحبوها وكمسلمين كان يعني بيتكلم عن الشيخ الدح اللي هو كان زمان والشيخ محمد سليمان وكان الناس دياتي دايما يذكرها بالخير لاني بيقولهم افدوه في المديح وكده فهو كان دايما بيسنع عليهم بالخير وبيضر لهم الفواتف كان بيواصل برضي اي حد من طرفهم كان لما يجي عندينه يكرموا محبة في اباؤه جلست مرة في مجلس كان في يومان الشيخ احمد بره يعني فاخبروا الناس ان محمد بن الشيخ حسن بن الشيخ موجود في المجلس فرات سلمت علي يعني فاول مرة قل اه يا شيخ محمد لست أنسى الأحباب ما دمت حيا مزنأوا للنوى مكانا قصيا وتلوا آية الوداع فخروا خيفة البيم سجدا وبكيا لست أنسى الأحباب ما دمت حيا مزنأوا للنوى مكانا قصيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة